أهلا وسهلا بكم في القناة اليوم نشوفو نموذج امتيحان الأول للدورة الثانية المستوى الرابع ابتدائي مادة لغة العربية ما يسمى بفروض المرحلة الثالثة لنبدأ الأسئلة والأجوبة أتمم الجدول بما يناسب سرق اللس ذهبا أخذتها بقوة ورميت الكرة هنا لنحاول نحاول نحدد بالنسبة لكل جمل الفاعل نوعه نوعه يعني متصل أو مستسر أو ظاهر مفعول به كذلك وش ظاهر أو متصل نبدأ سرق اللس ذهبا ماذا سرق؟ اللس هو الفاعل وهنا الفاعل هو اللس نوعه هنا كبان يعني ظاهر مفعول بأينه ذهبا كذلك ظاهر نبدأ نذهب إلى أخذتها بقوة أخذتها من ماذا أخذت؟ أخذتها بقوة يعني هي أخذت يعني أخذت يعني هنا تا الفاعل متصل والهاء هي المفعول به كذلك متصل رميت الكرة رميت الكرة التا هي الفاعل متصل والكرة مفعول به الظاهر يعني سلينا التمرين الأول نذهب إلى التمرين الثاني ركب جملتين تضمنان أدوات النصب التالية كي أن لن ذهبت إلى المدرسة كي أدروسة وهنا هيكون الدروسة يعني منصوب يعني كي تدخل باش كتنصب الفعل أن من سمات المسلم أن يساعد أخاه أن يساعد لن أرمي الأزبالة لن أرمي الأزبالة نعم ركبنا جمل مشيوني السؤال الثالث أضيف حرف الجسم للمناسب لجملتين يلعب أحمد في الشارع لا تلعب في الشارع هنا يا حرف جسم لا لا تلعب وممكن يكون حرف جسم كيكون هنا السكون لا تلعب في الشارع هنا تؤجل عمل اليوم إلى الغد لا تؤجل وعندنا هنا السكون عمل اليوم إلى الغد نعم مشيوا الإعراب أعرف جملة الثالية لا تسرق لا تسرق فهي حرف جزم وما تدخل على الفعل فهي تزمه بالكسرة سرق يسرق يعني فعل مضارع يعني المضارع يكون في الأخرى عنده الضم ولكن ممكن تدخل عليه لا كيقول لفعل مضارع مجزوم بماذا؟ عنا بالسكون نعم تهينا نصح الدحان وشكرا وإلى اللقاء شكرا شكرا